بما عدا الاستبداد وتفريق كلمة الناس ما هي الصناعة الوحيدة التي يجيدها الدين يقولون هناك حضارة إسلامية ونقول حسنا فلنخرج معا بحثا عن هذه الحضارة ولهذا أدعوكم إلى مرافقة في هذه الحلقة في رحلة بحث عن هذه الحضارة وسنجري معا مراجعة سريعة لتاريخ الإسلام منذ ظهوره حتى يومنا هذا عندها سنجد أشياء كثيرة منها أن تدعونا للتساعد هل أن مثلا النبي محمدا ظهر في مكة وقال أنا جئت رسولا للإنسانية أم قال أنه جاء رسولا يطالب بطاعة إلهه وطاعة الرحمن وهل سنجد إذا تجولنا في معالم هذه الحضارة هل نجد أن علماء الدين في العصر العباسي وضعوا لنا قواعد للفيزياء الإسلامية مثلا أو الكيمياء الإسلامية أو وضعوا لنا فقه البناء والعمران والتكنولوجيا والتقنيات والهندسة هل شرعوا لنا فقه خدمة بيوت الإنسان يعني على وزن خدمة بيوت الرحمن كل هذه الأسئلة سأدعوكم إلى متابعة فيها ومعرفة ما هي الحقيقة وكيف استطعنا بفضل هذا الدين وهذه الحضارة الإسلامية من هندسة الطرق الحديثة والشقة الترع وتعليم الناس طرق الصراع الزراعة الصحيحة بفضل رجال الدين والرعاية الصحية للرعاية المسلمين بعد أن نتجول في كل هذه الجولات سنتفرغ للجواب لكي نطرح الجواب أو نقدم الجواب على كل هذه الأسئلة وسنعرف جيدا ما هي الصناعة الوحيدة التي أجاد تحقيقها الدين التوحيدي خاصة والإسلامي على وجه التحديد وأيضا سنتساءل بعدها لماذا امتلأت جامعاتنا التي يفترض بها أن تمتلأ بالعلماء والباحثين إنما امتلأت برجال الدين ولماذا أيضا نتساءل لماذا موضوع الحضارة والدين مهم ومتى يمكن لنا أن نقول أن لدينا حضارة أو معالم حضارة على الأقل أهلا بكم أصدقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدأ بمقولة لي هي أن الدين يصنع العبيد أما الحضارة فلا يصنعها العبيد إنما الأحرار والأحرار فقط قلت في الحلقات السابقة بأن الدين هو عدو الحضارة ونصير التخلف والعكس أيضا صحيح وبناء على هذا سأتساءل ما هي الصناعة التي يجيد كل دين توعيدي إنتاجها وتنفيذها الجواب كما أثبت التاريخ هي صناعة العبيد وكما يبدو أن هذه هي صناعة كل دين ووظيفة الأكبر ويعني هي ليست الوظيفة السرية أو يعني إنما الوظيفة المؤلنة ونعرفها جميعا كما يبدو أنا منذ فترة بعيدة أفكر في موضوع الدين وحاولا أجد ما هو جوهر كل دين هناك اطرحات كثيرة وجدت ببحث الشخصي حتى الآن أن الدين لا علاقة له بشيء اسم إله ولا علاقة جوهريا ولا طقوس ولا قصص خالق وخليقة ولا قيامة هاي كلها حجج وعناوين فارغة للتغطية على الحقيقة الأساسية وهي قدرة أي رجل دين على التحكم بعقول البشر وتصرفاتهم وصبها أو استقطابها لكي تتحرك لصالح طبقة صغيرة من الكهنة ورجال السلطة والعدوان ويعني بعضهم مجرمين وطغاة اللي توصلت إليه أنه كل دين ما بعد يعني ليست الأديان الشفاهية إنما أديان كتابية وأنا أسمي الأديان التوحدية بالأديان الكتابية ولا أعتبرها الأديان التوحدية وسأشرح هذا في فيديو ونفصل أقول بها بأنه كل دين هو بطريقة أو بخرى يدور حول هذا الجهر الأساسي وهو كل تعاليمة محكومة بأمر هذا الجهر الأساسي وهو السلطة والتحكم بالناس وليس تقديم ما هو مفيد للناس إنما التقديم ما هو قابل لأن يحرك هذه الجمهور وفق أمر ومصلحة رجال الحكم والسلطان وهم رجال الدين أيضا معهم من هنا يصبح الزعم بوجود شيء يدعى حضارة إسلامية مجرد يعني بروباقاندا وهم وإلا كما قلت بالمقدمة من اللي سمع بكم بيوم الأيام شيء اسمه فيزاء إسلامية أو علم النفس الإسلامي أو الكيمياء الإسلامية يعني هذا الدين ما لا علاقة بالموضوع وأيضا لا نجد أيضا شيء اسمه فقه التربية والتعليم مثلا أو على الأقل فقه التسامح أو فقه حقوق الإنسان وليس فقه حقوق الرحمن وناس ستعترض على هذا الكلام وأنا ما أشوف به كلام هذا يستاهل إعتراض ظنما أقدم أشياء هي كلنا نعرفها ليس بالجديد الذي أقوله كل الجديد الذي أقوله أنه هذا اللي أقدمه هو مجرد أشياء نعرفها وندركها وكل ما في الأمر أننا لا نقولها ولا نصفها ولا نفرز بين المفاهيم والقيم وتداخلاتها المعظم ما أقدمه هو فقط أنه أحاول نعيد تعريف الأشياء ونعرف ما هو الدين ما هي الحضارة ما هي الحداثة ما هو الإنسان ما هي حقوقه وبعد ذلك كل واحد يجعله يختاره يختاره أنا أستاع جدا عندما أشوف شخص يكتب تعليقات واضح أنها لا تخصه أنه مجرد الذي يقول أنا مطيع وأنا أستجبت إلى نداء الدين والإيمان والجماعة هي أشبه بالنداء القطيع وهو يكرر هذا النداء وحاول أن يمنح شعور الجميع بأنه ملتزم وضمن الخط العام الآن أبدأ حتى نجي سيرة الحضارة ما يسمى الحضارة الإسلامية اللي أسميها الحضارة العباسية وأعتبرها أن الأدق تسمية لشيء اسم الحضارة في تاريخ منطقتنا أسميها الحضارة العباسية لماذا؟ لأنها اشتركت فيها شعوب كثيرة وأديان كثيرة ومناهج تفكير كثيرة وجنسيات كثيرة هذه اللي يسميها حضارة عباسية ليس أكثر ولم تستمر حتى إلا فقط إلى حدود القرن الخامس الهجري يعني حدود القرن الأحادي عشر الميلادي وقدما أعتقد ظهر الإمام الغزالي قضى على هذه الحضارة من خلال كتاب إحياء الأم الدين وكتب الأخرى مثل منقذ من الضلال وغيرها هو بهذه الأشياء قضى على هذه الأمور وظهر أبو الرشد حاول أن يعيد الكفة إلى الحضارة لكن تم القضاء على فكر أبو الرشد بالكامل ولم نسمع به إلا في القرون يعني إجا بعض المستشرقين اكتشفونا بعض ما بعض المحاولات لإنقاذ هذه الحضارة وإعادة تنشيطها ومن بين الأشياء اللي اكتشفناها والتي لم يكن لها السابق معرفة يعني معظم العلماء الآن اللي يتفاخرون بهم وإعتبروهم ونموذة نماذج لهذه الحضارة هم ناس ما أعرفنهم إلا خلال المئة السنة اللي مضت ما حد كان يعرف من هو ابن خلدون من هو المعر إلا الدقلة من الشعراء والكتاب لم نكن نعرف أيضا من هو الخوارزم مثلا لم نكن نعرف من هو أبو الرشد وأسباء كثيرة جدا كل هذه الأسماء ظهرت حديثا فقط للبروباقاندا ممارسة البروباقاندا وأيضا لصقها بالدين بطريقة أو بخرى الآن نرجع إلى دعوة الرسول ونشوف عندما ظهر الرسول محمد أو النبي محمد في مكة وحسب الرواية قالت أنه في مكة أكو جدل أنا عندي سلسلة حلقات رح تكون عن إسلام المبكر رح أكشف بها أشياء كثيرة جدا وكما تعرفون الجدل حاليا حول الموضوع الإسلام المبكر جدل هائل وكبير جدا والبحوث فيه عميقة وفيه تداخلات لا أول لها ولا آخر وتحتاج تأني في إطلاق الأحكام ودقة ومنهجية رصينة على درجة ممتازة من الرسانة ورح أقدم هذه سلسلة محاضرات عن إسلام المبكر لكن قد ما تكتمل أدواتي وأحاول أن ألخص وأقدم موجز لما هو موجود وأيضا أطرح وجهة نظر جديدة ونظرية جديدة في موضوع الإسلام المبكر والذي الآن أصبحه حقيقة واقعة كل القصص أو القضايا التي وصلتنا من التراث العربي والإسلامي هذه القصص أصبحت الآن على الرف وموضع شبهة وموضع فحص وهذا أمر ليست أقوله لأنني عندي موقف من هذا الموقف شخصي أو موقف أدوان ولكن هذا الموضوع المنهجي العلمي الذي أصبح محط الإجماع إجماع جميع المختصين والباحثين هذا نرجع إلى الرسول محمد عندما ظهر في مكة ونرى ما الذي طالب به ما هي الرسالة التي أتى لنا بها الرسول محمد هل أتى لتقديم يعني ليطالب بإنصاف الناس وتقديم خدمات للناس ورفع الظلم على الناس أم ليطالب بشيء آخر هل أتى لكي يأمر بالبناء والعمران وبناء صروح الحضارة أيضا ما الذي جاء به الرسول أو النبي محمد واختلف به عن غيره من الأنبياء والمصلحين السابقين طبعا سيقال هناك بعض الآيات اليتيمة وسط عشرات الآيات التي تحدثت عن أطعام اليتيم والمسكين وهذه آيات محترمة وعظيمة وتوضح أن الرسول كان أدى حساسية عالية من ظاهرة اليتم وأيضا الفقر لكنها هذه الآيات تتضح مع ذلك أنها كان يعني بناء على الواقع الذي حدث فيما بعد أنه كانت مجرد هي توجيه أصابة الاتهام إلى أثرياء مكة وقادة مكة وحكماء مكة أو أصحاب يعني قادة مدينة مكة والدليل أن الرسول ما سمعنا بيوم الأيام تبرع بأمواله لاحقا من أجل الفقراء على سبيل المثال أو منحهم حقوقا ثابتة أو سنة لهم سنة تحفظ حقوقهم ما موجودها المسألة هناك فقط الرحمة والرفق بالفقراء لكن لا توجد سنن دامغة فاعلة لإنقاذهم ومساعدتهم هذه الأشياء كلها نقدر نعرفها من خلال هذا الشيء الأمر الآخر أنه بعد ذلك عندما انتصر الرسول وتمكنه من احتلال يعني أو يصبح حاكم الجزيرة العربية تقريبا أجي أبو بكر ماذا فعل أبو بكر هذه طبعا اللي فعل الرسول كلها ما لا علاقة بالحضارة لا علاقة بالصراع على السلطة وعلى الحكم وهو انتصر بالنهاية وأصبح الحاكم الأوحد الموحد الذي يرفض كل شيء عداه وقال أنه طاعة الله وطاعة الرسول هي الأولوية وممكن تفعل ما تفعل حتى وأن زنيت وأن كما في حديث مع أبو ذري غفاري وكررها ثلاثا أنه حتى ولو زنيت المهم لا تشرك بالله والمقصود لا تشرك بالرسول ولا تشرك بالله أنا عنده محاضرة توضع من هو الله وما الفرق بين الله وبين الرسول محمد وبمعنى أنه الله هو السلطة هو الحكم يعني بذاك الزمن عندما يقول إلهي هو الإله الفلاني هذا يعني هذا نظام الحكم الذي أحكم به وكل حكم آخر أو كل إله آخر هو هذا حكم مرفوض أجي أبو بكر الخليفة وثم بعد ذلك عمر ودمروا المنطقة ونهبت كنوز فارس والروم أي أن ما جرى وهذا طبعا النهب عملية النهب عملية كان يعتز بها مؤرخي الإسلام الطبري وغيره والبلاذري وأيضا ابن كثير أو في البداية والنهاية وأيضا من كتب في المسعود أيضا فكانت عملية النهب السلب والقتل يجري الحديث عنها وكانها أشياء تستحق الفخر هكذا يتحدثون وما زال لحد الآن عندما يقرأ الإسلامي أنا عندما أكون الطفل عندما أقرأ كنت أقرأ بتاريخ الطبري وكيف خرج الأمام علي في صراعة مع عمرو بن ويد وقتله وضربه وهذا أدفت شيء عظيم أعتبر أنه وكذلك عندما غزوا البلدان أنا كنت في العراق أسمع أنه جيوش الإسلام دخلت فتحت العراق وقتلت عشرة آلاف أنا أعتبره فهذا شيء عظيم وأنا أعتقد ذاك الزمن الآن أتخيل المسلم عندما يقرأ هذا الأشياء يعني يتنومس بالعراق يعني يتشعر بالفخر والمصري أيضا المتدين يشعر بالفخر أن عمرو بن عاص غزع بلاده ودمر وقتله وسبى وفرض الجزية فهذه بالنسبة إلى شيء يدعو للفخر وأفهمهم لهذا السبب يعني نقدر نفهم هذا الموضوع الخلاصة أقول بأنه ما جرى هو في تلك الفترة هي عمليات هدم وتدمير لا بناء يعني عمليات فتح يتسمى لكنها عمليات لا تصدر عن أناس راشدين إنما تصدر عن ناس مجانين بمعنى الكلمة أو في أحسن أحوال مقاتلين ومحاربين وغزات هذا الوصف الأجمل وهم أيضا لا يوجد أي دليل على أنهم قدموا غزو هذه البلدان لنشر الدعوة الإسلامية ولا يوجد مؤرخ واحد ولا توجد رواية واحدة تقول بأنهم طالبوا البلدان التي يحتلوها بأن يكونوا مسلمين وعدم السماح بدخولهم بالإسلام إلى الإسلام بل على العكس رفضوا دخولهم إلى الإسلام وعتبروا كما يبدو بأن الإسلام هو مسألة تتعلق بالغزات فقط ولا تشمل أشعوب الأخرى موضوع الحضارة هذا الغزو أدى إلى تدمير كل معالم الحضارة التي صنعتها فارس ودولة الروم الرومان أو كانت دولة الرومان الرومية البيزنطية أيضا الأقباط أيضا كان لهم دور كبير بصناعة الحضارة هاي والشمال أفريقيا فهؤلاء كلهم تمت تصفيتهم وتدمير هاي المعالم وصبوخها الصبغة الإسلامية هذا العملية استمرت تواصلت خلال كل فترة حكوم الراشدين عمليات البناء التي حدثت في تلك الفترة شملت مدن مثل الكوفة البصرة وواسط وبعض المناطق في الأردن ما ذكر أسماها لكن هذه كانت من كبريات الحواظر في العراق في ما يسمى بلاد العراق فهذه كانت مجرد معسكرات حربية لا أكثر ولا أقل ولم تكن مدنة لكنها تطورت فيما بعد وصبحت مدنة بسبب يعني هجرت القبائل العربية إليها وكانت جزء كبير من أتها من القبائل العربية الموجودة في العراق أصلا مثل بني شيبان في الفترة الأموية استمر القتل والتدمير والسليب والنهب وضمن هذه الحروب المستمرة بين بين القادة الفتوح أو قادة العرب والقرشين تحديدا استمرت الخلافات ليس من أجل الدين ولا من أجل الحضارة ولا من أجل مصلحة الناس إنما من أجل من يقود هذه الإمبراطورية التي بناها الغزاة فاستمرت طبعا معارك بعد أن انتهى أبو بكر وعمر ظهر أثمان استمرت المعارك والغزوات لكن في الفترة أخيرة من حكم الليدام 12 سنة كما تذكر بدأت الخلافات واشتعلت وكل واحد يريد يحصل أمواله يعني يحصل أكبر كمية من المغانم والسلطات وتواصل الخلاف بعد ذلك تم قتله وأيضا هناك موضوع لعلاقة بالمصحف القرآني هذا موضوع بعدين أتحدث به لكن المهم بعد ذلك يجى الإمام علي وتم الخلاف بينه وبينه معاوية معاوية أيضا انتصر بالنهاية وفاز بالحكم واستمرت استمرت عملية الغزو والقتل والتسليب والنهب والتدمير وبعد معاوية جرت خلافات مع عبد الله بن زبير فطر عبد الملك بن مروان إلى بناء قبة الصخرة وهي عملية بناء هي الشبه الوحيد اللي تمت بذلك الوقت قبة الصخرة والجامع الأموي اللي هو أصلا معبد روماني وتحول إلى كنيسة وبعد ذلك صار سمية بالمسجد الأموي قبة الصخرة أيضا تم بناءها من قبل مهندس قبطي هذا المهندس تم استيراد خصيصا من مصر وهذا ما كان الهدف منه معماري ولا حضاري إنما كان هدف منافسة مكة أو الكعبة تحديدا وهذه قصة طويلة بعدين يشرحها في الفترة العباسية وجد الفرس لهم مكانا في الدولة كانوا هم الذين استطاعوا إسقاط الدولة الأموية وقتل جميع أفراد العائلة الأموية قاطبة عدا عبد الرحمن فقر قريش أعتقد كان يلقب فانهزم الوحيد يعني عبر النهر نهر الفرات وطارده أخو كان معاه في النهر كان النهر عريض جدا فدعوا قالوا لرجع السلامات لكن رجع أخو قتلوا أيضا لكن عبد الرحمن الصقر صقر قريش انطلق وصل إلى الأندلس وأسس الدولة الأموية في الأندلس وأيضا كلها عملية كلها قتل في قتل في قتل لا حضارة ولا بطيخ كما قلت فترة العباسية بدأت وجد الفرس لهم مكانا في هذه الدولة بعد أن أتى أبو جعفر مصر شجع على الترجمة لأسباب لها علاقة بأنهم أتوا من وسط فارسي إلى علاقة بالثقافة والدولة الفارسية القديمة يعني هالوسط يحاول أن يتعلم ويتثقف ولديه هاي الرغبة بالتعلم وبناء الدول فبدأ بعد ذلك بدعوة المترجمين لترجمة قضايا الطب لأن هم كانوا يحتاجون هاي الأشياء في قيادة دولة إمبراطورية هائلة لا بد أن تثقف نفسك ولا بد أن تعرف كيف تقود هاي البلدان وهاي الشعوب مسألة ليست يعني انتهت عمليات الغزو والآن بدأت عمليات الحكم كيف تحكم العنف والعنف يوصل إلى حد محدد ولا بد أن تتعلم كيف تقود البلدان والشعوب وتمارس الحكم الحقيقي فأتابع ذلك المأمون المأمون كان مثقف على درجة عالم ثقافة وأيضا كانت أمة فارسية فتشبعت يعني فكرة الحضارة بدأت تدخل يعني لأول مرة بدأت الشعوب الأخرى تدخل داخل الحضارة وتشكل شيء اسم حضارة أو بوادر ظهور حضارة المأمون بدأ من استدعى العلماء والمفكرين واحتضنهم وكان أسس دار الحكمة هنا بيت الحكمة كان يوزن الكتاب المترجم يوزن بالذهب يعني أنه يوزن الكتاب من جهة والكتاب كم وزن يعطى يمنح الذهب لمترجمة أو لمؤلفة هذه قضية استمرت بدأت محاولة استعادة مظاهر الحضارية بشكل عام لأن الحروب توقفت والحضارة كما نعرف هي تحتاج استقرار حتى الناس تشتغل وتتحرك وتتفاعل وتفكر وتدرس وتتأمل هذا هو اللي سمح لأبناء الشعوب المقهورة بأن يأسسون جميع المعارف والعلوم اللي نحتاج عليها نحن العرب حتى هذه اللحظة اللافت شنون أن الفترة الوحيدة اللي نقدر نقول بها أن الغزاة العرب حكموا فيها فعلا هي الفترة الأموية فقط وكانت بمساعة عائلة يوحن الدمشقي وهؤلاء كانوا مسيح ولهم علاقة بالدولة الرومانية السابقة وأيضا مجموعة من الآخرين اللي هم كلهم أصولهم ليست بالعربية كل ما تبقى بعد ذلك أيام المتوكل وكل من بعده وقعت الحضار ما يسمى بالدولة العباسية تحت سيطرة السلاجقة وأتبعتهم البوهيين والمماليك والأيوبيين والمغول والأثمانيين الغزاة العرب انتهى دورهم بأيام الدولة الأموية وانتهت تماما بأيام المتوكل ومستنصر إلا أتى استورد الأتراك وحتى نقل الموقع الخلافة من بغداد إلى سمرة واعتمد على المرتزقة بمعنى آخر حتى وسمرت ظهرة استخدام المرتزقة لصيانة الوضع الحكام على مدى طويل حتى بفترة الشمال أفريقي معظم الحكام في ذلك الزمان حتى الوقت قريب كانوا لا يجندون أو يشكلون الجيوش من أبناء البلاد نفسها إنما يستوردوهم من الخارج حتى يضمنون ولائهم ويضمنون حكمهم الاستبداد على الشعوب وهذا العملية يعني أصبحت يعني ماكوشي اسم عرب أصبح هناك حكام وهذا هل حكام وظيفتهم وعيدة السيطرة والسلطان وتدمير كل مصالح وكل معالم الحضارة لأن الهدف فقط هو السيطرة والسلطة وجبي الأموال من الناس ونهبهم بطريقة أو بأخرى والآن ما هو التعريف الحضارة سأقدم أبسط تعريف إلها ويعني ما أعتقد بسهولة واحد إنساء هو أن الحضارة عكس التخلف حيثما وجدنا التخلف غابت الحضارة والعكس صحيح هنا أسأل ما هي أكثر الدول تخلفا في العالم عدانا لا يوجد كما أعتقد في الفترة الأخيرة لأننا خضعنا لسيطرة دينية شاملة وهذا لا علاقة له بالقييم للدين أو لا إنما هو هذا الدين يعني هو الدين هكذا يرفض الحضارة الدين شيء والحضارة شيء آخر الدين العلاقة بالألويات بالروحانيات كما يسمى بالسماويات والغيبيات لكن لا علاقة له بالحضارة اللي لها علاقة بالأرض العلاقة بما تنتجه الأرض بإدارة فن إدارة الأرض والجغرافية والطبيعة والناس وكل مكونات المادية لها الحضارة بطريقة علمية ومنهجية أو لها علاقة بالتجربة يعني بالصح والخطأ وليس بالنظريات والتفكرات والروحانيات والنبويات والجبرائيليات صحة التسمية طبعا هناك من سيقول لا الحضارة موجودة لكن المشكلة أنه الدول يحاربون الإسلام والدول الكبرى هي تحارب الإسلام طبعا هاي كلها أكاذيب والتبريرات سخيفة بالعكس الدول الكبرى هي التي تحارب التنويريين من أمثالنا أو من أنا أحاول أن أكون واحد من التنويريين أو من طبق الأسفل من التنويريين وأحاول أن أقدم شيء أو أدعوهم إلى التفكير وتطوير واقعهم بالحقيقة أكبر العملاء والخوانة لبلداننا وللشعوبنا وللإنسان في هذه المنطقة هم رجال الدين ولا أقول جميعا أغلب رجال الدين هم هكذا وهناك ملايين الشواهد على هذا الموضوع بدءا من أفغانستان سنة 79 بدأت إلى هذا اليوم نشاهد وسيد عاد استخدامهم كما أعتقد بعد غزو روسيا لأوكرانيا هم أوراق جاهزة في جيب العم يانكي أو جيب العمسام الأمريكي أو البايديني هؤلاء موجودين وهم في الخدمة وسيتحرقون بالطريقة المناسبة وهناك آلاف أو عشرات الآلاف السدج الذين أنهم يحاربون الإسلام يتحدثوا لك هؤلاء هم السدج الذين سيدفعون الثمن وستصعد على جماجمهم سيصعد نجم الكثير من الإسلاميين المدئين والذين كما يقال يتاجرون بالدين وكأن يعني يقولك لا هذا ليس الدين إنما هو الدين أصلا موضوع للمتاجر يعني الموضوع ماكو فصل بين الدين والتجارة هو موجود الدين هو التجارة نفسها فهذا الضحك عدقون واستخفال للناس الموضوع اللي أدأ أقول أنه دائما محاولة التنوير أنه يعني أن يقدم شيء للناس هو موضوع يضر بالرجال الدين ويضر مو بس بالرجال الدين رجال الدين الطغيان الطغات الذين يتحالفون مع رجال الدين ليس في الدول العربية والمسلامية أنما الساسة والطغاة الذين يتحكمون بالعالم ومعظمهم من قادة الدول الكبرى هؤلاء لن يجدوا أفضل من رجال الدين للسيطة على الناس أما رجال التنوير والذين يحاولون تقديم شيء إلى قيمة لمجتمعاتهم هؤلاء محاربين ومذمومين مدحورين ولن تجد لديها مؤسسة واحدة تدعمهم حتى إن ظهرت مؤسسة تتم محاربتها وتدميرها وإنهاها والأمثلة كثيرة على كثير من هذه المؤسسات التي تم القضاء عليها وبناء بناء مؤسسات تعفها تنشر التخلف ويصفق لها الملايين تجد واحد جاهل جاهل مثل واحد جهل متخلفين يدعون التخلف والتدمير يعني ما أذكر أسمعه الشيوخ آخر وقت يعني الشيوخ اليوتيوب هؤلاء واليوتيوب والفيسبوك والتويتر هؤلاء يرتدون ملابس حديثة وما إلى ذلك لكن بالحقيقة هم من أخص الناس وأكثرهم تخلفا ورجعية طبعا مؤسفات الحضارة هي واحدة يعني هي دائما حضارة لا يمكن أن تقول هنا شيء اسم حضارة إسلامية لأن الحضارة دائما تشمل الناس جميعا كما رأينا في الحضارة العباسية الحضارة العباسية يشترك فيها الناس جميعا من مختلف الجنسيات مختلف الأديان مختلف اللغات حتى مو بس فهؤلاء كلهم اجتمعوا في بغداد والكوفو والبصرة خاصة بغداد كانت حضارة العالم فاجتمعوا وقدموا شيء هو أصبح ملك البشر جميعا فلا يمكن أن تنسب هذه الحضارة إلى الإسلام لأنه لم تأتي الآن تقول الإسلام هو سبب تقدم الغرب ما لا علاقة الموضوع أنه الغرب الآن الخير اللي نحن به هذا أيضا لماذا لا ننسب الفضل الغربي ما لها علاقة لأن هذا الإنجاز الحضارة تقدم مجلسها للجميع وغالبا ما تكون مجلسات الحضارات هي ملك البشرية جمعا اكتشاف المحرك مثلا العجلة بيام سوبر الكتابة بيام سوبر الرياضيات الحضارة السومرية هذه عندما تم اكتشافها أصبحت ملك للناس جميعا ما أصبحت خاصة بالفئة محددة الخوارز في زمن الحضارة العباسية ولا أقول الإسلامية وهي كان مشروع حضارة لم يكتمل خوارز قدم علم الجبر والجابر بحيان إلى تجارب الكيمياء رغم الشكوك بشخصيته لكن هؤلاء قدموا ونجاز أصبح ملك البشرية كلها ابن الهيثم كتاب المناظر وهكذا والإدريسي وضع خريطة للعالم في وقتها هناك اكتشاف استرلاب هذه كلها أشياء قدمت للناس والبشرية جمعا مادة ابن سينة كتاب القانون المالتي هذه كلها معالم حضارة لكنها يعني أشياء منجازات فردية لم تصبح جزء من حياة الإنسان العربي والإنسان المسلم في هذه البلدان إنما تمنى فيها وسحقها وتدميرها هذا الفكرة إنه الحضارة هي واحدة وتشمل البشر جميعا هي هاي اللي للعلوم والأفكار وهاي ما تقتصر على الجهادون أخرى ما لها علاقة بالدين وأي دين ولا علاقة بالإسلام بالطبع يعني لها علاقة بالإنسان ومنجزاته الآن تلاحظ حتى المفكرين العرب يعني شي مخز بالصراحة كلهم يتحدثون عن الفكر العربي يجي كتاب بنية العقل العربي كأنما تكوين العقل العربي كأنما هذا العقل يعني ومن العقل البشري يعني بينما تشوف الفلسوف الغربي كأنت إيمانويل كأنت قدما تقرأ يقرأ عن نقد العقل الخالص ما قال نقد العقل العلماني ولا قال نقد العقل الفرنسي نقد العقل الخالص كل الناس قتم نفس العقل مهما كان اختلافات وهذا الموضوع الذي يخلينا أنه السيطرة والهيمنة رجال الدين علينا دمرت كل شيء حتى البنية العقلية اللي نأسس عليها فكارنا بالتالي أقول الحضارة هي ملك البشرية كلها والكل يصهم في هذه الحضارة يعني قد يسأل واحد الآن يعني ليش انطلقت الحضارة الحديثة من الغرب والغربين فقط أكثر من غيرهم وهذا سؤال مهم لازم أن نعرف الجواب مالتي الجواب ببساطة وهذا الجواب أعتقد يجب أن نبني عليه كثير من الأحكام ونبني عليه رؤية دقيقة اللي ما يحدث وهو الجواب أنه الغرب كان الوحيد اللي تحرر من سيطرة الدين على الدولة والشعب فصل الكنيسة عن الدولة وأطلق العنال بالتالي لحرية العقل والابداء في كل صنف ولون ضمن أيضا هذه الحرية وضع القوانين والحقوق الملزمة لتمنع تدخل الدين في الدولة وتشوف الأمريكية مثلا من قرن الثامن عشر نهايته يعني من 1780 تقريبا بعد الثورة الأمريكية قال وكوناك جدار بين الدين والسياسة وانته الموضوع وأجد الثورة الفرنسية أكدت الموضوع وفصلت الدين عن السياسة والآن هم تقدموا لهذا السبب قال لأنهم غربيين ولا لأنهم كفرة ولا لأنهم لأنهم أبعدوا الدين عن الموضوع هذا اللي غيب وللي غاب عن كل الذين يتحدثون عن هذا الموضوع هذه الموضوع الأساسي الذي يجب نتبه له أنه الغرب ليس لأنه غربي وليس لأن أطلiment م packarta ولا لي بأ دين الριOM شاهدوا اليهود جنس سامي من أولاد عم العرب ما قدموا الإنجازات اللي قدموا إلا في الغرب لماذا؟ مو لأنهم يهود لأنهم معظمهم متخصصين وناس يقرؤون 24 ساعة يعني تلقى العائلة اليهودية كتب شيء أساسي في حياتهم بينما أنا طفولتي لحد فترة قريبة ما أشوف كتاب ببيت واحد شوف لك مدينة كاملة وقالك عشر بيوت بها كم كتاب لحد فترة قريبة قرية كاملة ما تلقى بها إلا بيت واحد بكم كتاب والبقية ذا بيهن قرآن أو ما بيهن على الإطلاق فاليهود وصلوا لأوروبا الأوروبا صاروا مفكرين عباقرة ومأظم جوائز نوبل من اليهود لماذا؟ مو لأنهم يهود لأنهم وجدوا في منطقة فصلة بين الدين وبين الدولة أصبحوا أحرار في إنتاج ما يشاءون اليهود بالقرن السابع السادس عشر كانوا موجودين؟ ماكن حباقرة اليهود ما طلعوا بالقرن السادس عشر ولا بالسابع عشر ولا بالثامن عشر كم واحد بدت بالتاسع عشر واشتعلت طلع ماركس وطلع أسماء كبيرة جدا فرويد منتصب القرن التاسع عشر تقريبا واستمروا إلى حتى هذه اللحظة لماذا؟ لأنهم كانوا من عوائل كلها تقرأ لأن الكتاب التوراة يجب أن يدرسوا من الطفولة وحتى زوجاتهم يبطل لا يشتغل بس يقرأ هذا فرض عليهم أنا طلعت على هذه التفاصيل المهم الفكرة وين؟ أنه الغرب ليس لأنه غربي وليس اليهودي لأنه ذكي لأنه فصل الدين عن الدولة وهذا اللي لازم نعرفه وعلينا أن نتخيل كيف يكون حال هذه المنطقة لو فصلنا الدين عن الدولة أنا وأثق أنه شعوبنا وقدراتنا و الأفرادنا من أثنين ناس و الأكثر الناس قدرة بالعالم بأكمله بسبب للم assignment العمق التاريخ العظيم والحضاري لأنه مركز الحضارات بأكمله بالبشرية تاريخ البشرية بأكمله ونح أرأنا وهذا مركز الحضارات كلها وراح هناك لأنه لأنه MIDI صغير web لأننا لا يتمكن badge نفصل الدين عن الدولة عن الحياة وليس عن الدولة الحياة شيء والدين شيء خليك بمسألة شخصية وانتهي الموضوع فنفصل عنها راح نصير دول رقم واعل بالعالم وأنا أتقد الغرب يقرف هاي الحقيقة لهذا السبب يدعم الإسلاميين اللي نعتبر هو العامل المخرب الأكبر لهذه الدول وتلاحظون الآن الهيمنة كاملة إجت أمريكا للعراق منحة اللي قدمت على السكب دون بياض للرجال الدين الشيعة واللي هم يعادون أمريكا وكان هناك نوع من الدعم للإخوان المسلمين في مصر ودعم للسلفية في السعودية منذ قرن الـ 20 منتصف القرن الـ 20 ودعم للجهاديين في أفغانستان ودعموهم بالأموال والفلوس اتفاقية برجلينسكي والسعودية والسادات يعني السادات يشارح بالموضوع وسولهم صندوق هيكل يحجي عنها بكتابة أعتقد خريف الغضب فشي ما ذكر يحجي عنها بالتفاصيل وبالوثائق هذه كلها شنو معنات معنات أن الإسلام مفيد مو للمسلمين ولا من يطلقون عليهم اسم المسلمين لحصرهم في قالب اسم المسلم ماكوش اسمه قالب اسم المسلم ماكو إنسان يصير مسلم يصير أي شي شيري يصير خليس سير لا هذا ويطلع لك أياد القنابي المسلمون هذا الطفل مسلم ماكو عليك أنت مسلم ومسلم ليش هو إنسان هو ماذا مدرك لا المسلمون في السويد مثلا ما لا ألاقة هو يعني ما يقول أنه هذا أكو عراب أكو ناس أكو أتم ثقافة مختلفة لا المسلمون يعني هو يحط لهم صفة ويمتلكهم يعني يصيرون من جماعته ويطالبهم بأن يكونوا من جماعته ويضع فاصل بينهم وبين دولتهم اللي احتضنتهم واللي قدمت لهم اللجوء والبيوت والسكن والمأوى والعمل والدراسة والحقوق يقولهم لا أنتم مسلمين ابقوا يخلق فاصل بينه وبين الناس اللي احتضنوهم واللي فتحوا لهم أبوابهم فهذا الشيء العظيم العجيب أمو العظيم العظيم في جحودة هذا الشيء يجب أن نتوقف عنده ونتأمل به ما راح أكمل في البقية الفقرات اللي طلحتها في هاي الفيديو لأنه طال أكثر من لازم وخرجت على المخطط اللي كانت واضعة لهذه الحلقة لكن أختم بيقول بأنه الفقرات التالية راح أتحدث بها عن احتواء الحضارة وكيف جرت هاي العملية ولماذا تم نشر كل مظاهر التخلف ودعمها وأننا لو تأمننا ماضينا القريب والبعيد سنجد أن كل معلم من معالم المحضارة كان محاربا ويتم تصفيته بطريقة أو بأخرى لكن كل ما في الأمر في العصر الحديث اختلفت طريقة شن الحروب على معالم الحضارة وكل من يدعو إلى نشر هذه المعالم شكرا جزيلا وأكمل في حلقة القادمة بعض الأسئلة التي طرحتها في مقدمة هذه الحلقة مع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر